السلام عليكم ورحمة الله نحن نضع عنوين لأن الحقيقة الكلام في الغزوات قد يحتمل أن نحن ممكن في غزوة بدر نتكلم في 30 حلقة في الدروس والعبر والعزوات والنواح العسكرية والتكتيكية والإيمانية لكن نحن حقيقة كنا توقفنا في اللقاء السابق عند صفات الجيش المنتصر وحنستكمل كلامنا عن غزوة بدر لكن يتحقق ما خدناش وقتنا في تكملة الكلام عن صفات الجيش المنتصر هنكلمنا عن الإيمان بالله وتكلمنا عن أنه فيه هدف قدامي وهو الجنة وتكلمنا عن الشورى بين نبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي بسم الله الحمد لله والسلام هو تأكيدا لكلام حضرتك نحن فعلا ممكن نعمل برنامج كامل على غزوة بدر أو على غيرها من الغزوات أو على أي موقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كتاب السير ما شاء الله لكوة طلب الله لأكل مئات بل ألاف ولعله أكثر من ذلك على مدار القرون المتتالية وما زالوا يستخرجون من السيرة الكنوز والعبر ده حتى لنشه الدولة العربية كمان سيظل يعني طبعا بالعكس ده أجيز أكثر من غير الدولة العربية يعني من الهند ومن باكستان ومن اندونيسيا ومن كل من تركيا يعني من كل الجنسيات كتبوا عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بل كتب عنه صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين وهناك من أنصف الرسول والسلام وذكر تفصيلات كثيرة جدا واستنبطات وتحليلات كثيرة فإحنا طبعا أنا عارف أن المشاهد أو المشاهدة ممكن يكون نفسه يسمع كذا أو كذا أو كذا وما يسمعوش في أثناء الحلقات نحن لا نتكلم في هذه الحلقات عن لا نتكلم عن تفصيلات غزوة بدر أو أي موقف من موقف حيث رسوله السلام إنما نتكلم فقط عن بعض الإشارات التي تساعد في بناء الأمة الإسلامية وإعادة وضع الأمة الإسلامية في مكانتها المرموقة التي وضعها فيها ربنا سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس بنقول إن الجيش المنتصر أو أن غزوة بدر بصفة أمة كان فيها تمام تمثل الجيش المنتصر بكل صفاته وتكلمنا على بعض الصفات هذا الجيش المنتصر وكان أهمها الإمام بالله عز وجل والتوجه الكامل له سبحانه وتعالى بالدعاء وبالطلب النصرة وبالاستغاثة وبالاعتماد الكامل عليه والتوكل الكامل عليه سبحانه وتعالى وده كان ملحوظ من أعلى الكيادات في الجيش من رسول الله صلى الله عليه وسلم وملحوظ في كل الجنود حتى بعض أسماء الجنود اللي ممكن محدش يسمع عن أسماءها من الصحابة رضي الله وعرضهم كمتمثل في كل كلماتهم أنهم يعتمدون اعتمادا كاملا على الله عز وجل الحاجة التانية كانت مهمة جدا وكلمنا على التفصيل المرة اللي فاتت وهي طلب الجنة أن قضية الجنة واضحة جدا في أنهم وبالتالي فقضية الموت لا تمثل أي نوع من العوائق تجاه الجندي في حربه بالعكس هو يطلب الموت في سبيل الله لأن الموت ينقله إلى الجنة التي يريد الغاية آه واضح جدا عنده الحاجة التالتة كان عليها كانت الشورى وكمالمح الشورى طبعا من أهم الأمور في حياة المسلم بصفة عامة وبالذات في هذه المواقف الصعبة والأزمات الكبرى ورسول الله السلام علمنا وإن كان هو صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وإن كان هو أعظم الخلق وأحكم البشر إلا أنه كان يقبل أن يستمع إلى أراء الآخرين ويستفيد من الأراء وربنا سبحانه وتعالى أجرى الإختيار الأصوب لأرض المعركة على لسان الحباب بن المنذر عشان نعلمنا فايدة الشورى حتى أن الشورى دي بدت كمان في مسألة الأسرة في آخر المعركة في كل مراحل يعني عارف لو نتكلم عن غزوة بدرة غزوة أحد الأحزاب هتلاقي قضية الشورى قضية محورية من الحاجات المهمة جدا اللي كانت موجودة في الجيش هي قضية الوحدة على رابطة العقيدة يعني مسألة أن أنا أتحد مع أخي لله عز وجل وفي الله عز وجل وعلى من هجي الله عز وجل ودي لعلنا تكلمنا عليها قبل كده لما جئنا نتكلم على المجدد وكيف يزرع بصفات التمكين في الطائفة التي يربيها وأن الكلام ده في أيام مكة ورسوله السلام يزرع في نفس المؤمنين أن الرابطة التي يجب أن تربط الجميع هي رابطة العقيدة وهي كلمة لا إله إلا الله بصرف النظر بقى عن العرق والجنس واللون وحر ولا عبد غني ولا فقير حاكم ولا محكوم كله يجتمع في رابطة واحدة وشفنا لعلنا في غزوة بدر أمثلة عجيبة وتكلمنا قبل كده أعتقد في حلقة من الحلقات على مصعب بن عمير وأبو عزيز بن عمير وإزاي أنه كان مصعب بن عمير يشعر بالانتماء إلى الأنصاري الكحطاني أكتر من الانتماء إلى أخيه ابن أمي وأبيه يعني فدبعا جيت لافتة ولعل برضو سادة المشاهدين والمشاهدات بيعرفوا قصة الصديق رضي الله عنه وأرضاه وكيف كان يبحث عن ابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه والذي كان مشركا في ذلك الوقت والحمد لله ربنا منع عليه بالإسلام بعد كده لكن في هذا اللحظة كان مشركا وكان يقاتل في جيش المشركين وكان يبحث عنه الصديق رضي الله عنه ليقتله بيده رغم أن ابنه بعد ما أسلم قال له أنا تحيانت لي الفرصة لأقتلك وتجنت قال له لو لقيتك أنا كنت قتلتك ليه لأنه متوجه تمام التوجه لله عز وجل فانقطعت أواصر الدم وأواصر البلد وأواصر القبيلة يعني يمكن بتدوس على الحتة دي شوي يقول لك يا أخي يعني الرحمة فين والإنسانية فين لما واحد يبقى بيدور على قتل ابنه رغم أن ابنه بيقول له هذا الكلام يعني والله هي الرحمة أوسع وأشمل من كده هي الرحمة رحمة الأخيرة يعني أنا أخاف على هذا المشرك وعلى هذا الضال وعلى هذا البعيد من نار الأخيرة أكثر من نار الدنيا في بعض الناس ترق مع أولادها وترق مع زوجاتها وترق مع يعني مع عموم الناس بصفة عامة ويضيع بهذه الرقة الدين وهذا شيء خطير هذه مش رقة هذا مش حنان بالضبط هذا أنت فعلا بتضيع هذا الإنسان بالتساهل في أمر الدين معه لكن التربية والرأفة والرحمة والوصول به إلى طريق الإيمان هو غاية المنات لكن في نهاية الأمر إن حصل صدام عقائدي بين الطرفين فأولاء الصديق رضي الله وعنه لله عز وجل وهذا أمر في منتهى الوضوح عنده وهذا الآخر لو كانت سايب الموضوع ولا يقاتل ما كانش هيدور عليه الصديق ويغتاله مثلا لكن هو خرج في موقع يحارب المسلمين والآن اصطدم الجيشان فلابد أن يظهر إما الولاء للإبن وإما الولاء لله عز وجل فيقدم رضي الله عنه وعضاء الولاء لله عز وجل ويبحث عن ابن اللي يقتله لأنه كافر ومقاتل للمسلمين في هذه المعركة لعل من أظهر الصفات أيضا في جيش المسلمين اللي كانت لفتة جدا للنظر هي قضية الإعداد لأننا لما نتكلم كتير على قضية الإيمان بالله وحب الجنة وأواصل العقيدة ممكن حد يتخيل أننا يعني هخرج بدون إعداد وربنا سبحانه وتعالى يتكفل بالنصر لكن المسلمين خدوا بكامل الإعداد وبكامل الترتيب خدوا مكان كويس الرسول والسلام اختار مكان من بداية المعركة يتوصبح عيون المسلمين اللي هتواجه الشمس الشمس في ظهر الجيش الإسلامي بينما الشمس تكون موجودة في عينين الجيش المشرك وبدأ يدي نصايحه العسكرية إننا ما نرميش النبل بنوع من العصبية إننا نحتفظ بالنبل حتى تقرب مننا الجيوش الكافرة إن النبل اللي معنا أو السلام اللي معنا قليلة فمش هايزين نفرط فيها فنحتفظ لحد ما يقربوا مننا فإذا اقتربوا مننا يبقى الهدف واضح فنقدر نلقي بالنبل وبعد ما نلقي بالنبل وتصطدم الجيوش نبتدي نتحرك بالسهام وبالرماح وبالسيوف ونبتدي نقاتل بهيئة الصفوف وصف الجيش الإسلامي الصفوف متوازع كالصفوف الصلاة في يوم بدر يعني في منتهى الاهتمام بالمنظر العسكري والشكل العسكري وعارفين طبعا الخطة العسكرية والعضوى الدنيا والعضوى القصوى واختيار رساله السلام للأماكن الاستراتيجية في موقع البدر ورأي الحباب من المنظر وتغوير الآبار والمخابرات الإسلامية اللي اكتشفت عدد الجيش يعني سبحان الله انت بتتصور في جيش كامل هو آه جيش 313 لكن يمتلك كل مقومات الجيش الناجح من ناحية الاعداد هو متوجه تمام التوجه لله عز وجل بالدعاء لكنه لا يعتمد فقط على هذا الأمر ويتكاسل ده اسمه تواكل وليس توكل على الله عز وجل انما التواكل الحقيقي اخذ بالأسباب بكل اخذ بالأسباب واعتقد ان هذه الأسباب لن تنجح بزبط دون ان يرتفت اليها ترتفت الى مسبب سبحانه وتعالى بالضبط سبحانه وتعالى فده برضو كانت اهم الصفات اللي ادت الى ان الجيش يعني يوصل لهذه النتائج المبهرة برضو كانت فيه حتة صغيرة كده يمكن احنا بنقرأ في سيرة حتى عن حزيفة بن يمان وابيه رضي الله عنه وعد من المشركين اللي هم يقتلوش مع النبي ضدهم هذه طبعا هذه في منتهى الروعة سيدنا حزيفة بن يمان لما يعد المشركين انه ان تركوه فانه لن يقاتل مع رسوله السلام ضدهم وفاجأة يلاقي نفسه قدام رسوله السلام وانه في معركة موجودة بالفعل ويقول رسوله السلام اقاتل معك ده انا مؤمن انا مسلم وابي مسلم نقاتل معك ضد الكفار لكن حصل موقف كذا كذا وعدت المشركين قال له اقاتل قال له لا تقاتل يحفظ عهد المشركين سبحان الله وهذا العهد الذي اعطحه ضيفة بدون علم نصوه السلام يعني ممكن نجد بعض المبررات العقلية ونقول والله ده منه ما كنتش اعرف والحكم وده الكفار وما لهم وعملوا فينا وعملوا فينا لكن الوعد لا يمكن ان يخلف ولعل هذا من الزم صفات الجيش المنتصر ايضا انه لا يخلف الشريعة لا يخلف شرع الله يضرب المثل الاعلى للجيش الاسلامي المنتصر جيش راقي يتعامل بالشرع يتعامل بالعدل يتعامل بوفاء بالعهد يعني يشخيانة مفيش جد يعني اه في احترام كامل للمدنيين في احترام كامل للحياة الاسلامية بشتى انواعها الراقية نعم وما بضيعش اي شيء في سبيل تحقيق المصر طيب اذا حبنا نتكلم دكتور رغب عن الجنود الرحمن في هذه المعركة معركة الفاصلة كان ازمها ربنا يوم الفرقان يوم الفرقان هو يوم الفرقان الحقيقة برضو بيعرفنا ازاي ممكن يجي النصر ويريد الناس تفكر بتركيز كيف تم النصر في موقع الذاتر عشان هو ده المقياس اللي ممكن يتم بالنصر بعد كده في فلسطين في العراق في افغانستان في الشيشان في اي ازمة من الازمات موجودة دلوقتي او موجودة لحد يوم الايامة وقع الامر ان طريقة النصر وموعد النصر لا يتم الا بمعرفة رب العالمين سبحانه وتعالى وبالوقت الذي يريد سبحانه وتعالى وبالطريقة التي يريد سبحانه وتعالى واحنا مهما حاولنا نحط السيناريوهات ووسائل معينة للنصر وخطط وطرق ومطلوب مننا نعمل ده كله لكن بيأتي النصر من طريق اخر لا نحتسبه ولا نتوقعه ولا نفترضه اصلا قبل القتال بتظهر الحقيقة الواقعة ان الله عز وجل هو الناصر ربنا سبحانه وتعالى في سورة الانفال وهي السورة التي تحدثت عن غزوة بدر بتفصلتها الكثيرة لا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في اكثر من موضع ان النصر من عندي هو سبحانه وتعالى وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم ويقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم غريب المسلمون يحملون السيوف بأيديهم ويضربون بها ثم يكون ربنا سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ليه لان ممكن انا اضرب السيف يطيش وعدوي يضرب السيف يصيب لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد للسيف ان ينزل في موضعه في صدر الكافر واراد لسيف الكافر ان لا يصيب المسلم عشان كده حصل هذا النصر ربنا يقول وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى سيدنا الرصو صلى الله سلم امسك بالحجارة والقاها رمى صلى الله سلم وما رميت اذ رميت رميت انت فعلا رميت لكن من الذي حمل الحجارة الى الكفار من الذي جعل هذه الحجارة يصيب اعين الكفار ووجوه الكفار الا رب العامل سبحانه وتعالى فينسب اليه سبحانه وتعالى الفضل والفعل الحقيقي جل وعathan والفعل الحقيقي ولما تيجي بعد تراجع الجنود الذين يعني قاموا بتحقيق النصر الوسائل التي تم بها النصر في بدر هتلاقي سبحانه الله موقف غريب جدا وما في جندي واحد من الجنود الذين ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال لتحقيق النصر في غزوة بدر ممكن قائد عسكري يبنى لحساباته كلها خارج حسابات البشر هنسمع من حضرتك الحقيقة الجنود بالتفصيل بعد هذا الفاصل فابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله دكتور راجب عدنا بعد الفاصل وكنا قد توقفنا عند جنود الرحمن الذين يعني نصروا المسلمين في هذه المعركة بس عدنا التكلم بقى بتفصيل شوية كما حق ذكرت في سورة الأنفال ذاكرت هذه الأمور بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم لما ينجر رجع هذه الجنود لعل أول جندي يلفت الأنظار وفي تركيز عليه سواء في سورة الأنفال أو في سورة العمران هو جندي الملائكة وهو جندي حقيقي شاركة في القتال مشاركة حقيقية ليست فقط مشاركة معنوية لكن فعلا كانوا جنود نزلوا إلى أرض القتال وذكر ربنا سبحانه وتعالى أنهم كانوا ألف وبعدين ثلاث تلاف وبعدين خمس تلاف مشاركون في موقع واحد ولعل الأرقام دي واحد ممكن يقول طب ليه أرقام ممكن سيدنا جبريل الوحدة يعني أنت سيدنا جبريل رفع قرية قوم لوط عليه السلام رفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء أصوات نباح الكلاب وأصوات الناس ثم يعني قلبها أجعلنا عليها سافلها فهذه قدرة جبارة لكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل هذه الأعداد الكثيرة ليثبت كلوب المؤمنين لما أقول لك برضو معاك ألف من الجنود هم جيش الكفار كله قد إيه ألف طب أنت معاك ألف زيهم هم من الملائكة طب ثلاث تلاف طب خمس تلاف لأن تبيت خمس أضعاف من غير ما تحسب قوتك أنت أصلا من غير تلتبع وتلتاشر الجنود المسلمة إلا أن معاك يعني جنود من الملائك ومش أي جنود من الملائك هدي كتائب عسكرية حقيقية يعني سيدنا جبريل عليه السلام كان يسأل رساله السلام يقول ما تعدون أهل بدر فيكم قال من خيرة الناس أو من أفضل الناس أو قال كلمة نحوها فقال جبريل عليه السلام وكذلك نعد الملائكة الذين شاركوا في بدر يعني أنت مش أي ملائكة شاركت في بدر هدي خلاصة الملائكة أفضل زي ما نقول كده أهل بدر هم أفضل مجموعة من المسلمين نعم نعم نقول برضو الملائكة الذين شاركوا في بدر هم أفضل مجموعة من الملائكة نعم سيدنا رسوله السلام كان بيصف جبريل للصديق رضي الله عنه أرضاه قال أبشر هذا الصديق آت ويأخذ بعنان فرسه وعليه عدة الحرب بالله أكبر يعني جبريل عليه السلام مش جايب شيء عادية بجاي لبس لبس الحرب يعني هذا تصوير حي لما يمكن أن يحدث في أرض القتال إن الملائكة تقاتل قتالا حقيقيا بشرة وتثبيت وتمئنان للقلب تخيل أنت بتقاتل وبجوارك الملائكة يعني هذا أمر طبعا يثبت قلوب المؤمنين تثبيتا كبيرا وذيوحي ربك إلى الملائكة أني معكم الله يدونك معاك على عيني أني معكم فاضربه فوق الأعناق واضربه من كل لبنان هذا كلام سبحان الله في منتهى التثبيت لقلوب المؤمنين وأحد الصحابة كان بيشتد في إثر أحد المشركين فسمع صوتا خلفه يقول أقدم حيزوم وهذا الملك يخاطب الحصان بتاعه أقدم حيزوم ويقترب من المشرك ولسه هيدرب المشرك المسلم هيدرب المشرك لا أن فيه المشرك وقع على الأرض وأن فيه خطوطة يعني شق كبير في وجهي والشق دلونه أخضر وأن هذه كانت ضربة ملك ولم يلمسه المسلم بيده والمسلمين كانوا بيعلموا ضربة المسلم من ضربة الملك أن ضربة الملك بيبقالونا أخضر يعني كبلال على الاختلاف وأن ده مش ضربة من طبعية يعني من بشر وكذلك أبو داود المزيني رضي الله عنه كان يروي أنه كان يضرب بعنق أحد المشركين فطرت الرأس قبل أن يصل السيف وسيدنا العباس نفسه رضي الله عنه أرضاه كان مشرك ساعتها وكان خارج مع الجيش الكافر وأسر في هذه الموقعة وواحد من الأنصار جاي يقول أنا أسرته فقال لا لم تأسرني الذي أسرني رجل أجلح يعني رجل جميل يركب خيلا أبلق ما بين الأبيض والسواد ولا أراه في القوم فالأنصار يقول لا أنا اللي أسرته فقال صلى الله عليه وسلم اسمت فقد أيدك الله بملك كريم يعني سبحانه الله فهذا إيه يعني هذه مشاركة فعلية حقيقية للملائكة في موقعة بدر أدي جندي فأدي جندي وأدي جندي من أعظم الجنود وهو جندي طبعا ثابت يعني من الرحمة سبحانه وتعالى هل وارد أنه في مثل هذه الأيام في الواقع المعاصر أن تحلى الجيش بصفات الجيش المنتصر التي تحدثت عنها أن يؤيد بالملائكة؟ مؤكد أن هذه جنود الرحمة سبحانه وتعالى يعني ما حدث في يوم بعد هو ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول للبشر أن هذا ليس خاصا بهذا الجيل فقط هو خاص بمن حقق هذه الصفات عشان كيف ندرس السيرة وعشان كيف ندرس التاريخ أن هذه السنن تتكرر وهذه الوسائل التي استخدمت في غزة بدر لعل هناك وسائل أخرى وسنتعرض إن شاء الله في الحلقات القادمة وسائل أخرى لتحقيق النصر يعني وسائل تحقيق النصر في الأحزاب مختلفة وسائل تحقيق النصر في تابوك مختلفة كل مرة بشكل معين لكن ربنا في النهاية بينصر بطريقة لا نعلمها وبطريقة لا نحسبها مين قل لي من جنود الأرض أو من قادة الأرض العسكريين يقدر يحسب حسابات جيشه على عدد الملكة في الجيش الثاني تدرش تحسب هذه الحسابات ولا تيجي على دماغك لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر على إعطاء ملك واثنين وعشرة وألف حسب إمكانيات الجيش العقائدية إنت عملتك استطاعة كقول الله وعجلون ما استطاعتم أخذت بالأسباب تحليت بالصفات مسألة المدد دي ممكن تتكرر في أجيالنا المعاصرة والقادمة بشتى أنواع الصور هذه جندي مثلا ذكرناها جندي ملائك شوف مثلا جندي تاني وشوفناها في أكثر من موقعها هو جندي الرعب الرعب جندي من جنود الرحمن سبحانه وتعالى شوف الرسالة والسلام يقول كما جاء في البخاري نصرته بالرعب مسيرة شهر يعني مسيرة شهر يعني قبل ما وصل لأرض المعركة بشهر والجنود التانية مرعوبين مني وهذا يعني حتى ذكر في موقع بدر بالتحديد عندما قال ربنا سبحانه وتعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب يعني ربنا سبحانه وتعالى ألقى بنفسه الرعب في قلوب الكافرين تخيل واحد ربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلب الرعب كيف تكون حالته أنا بقولك أن قضية الرعب دي قضية عجيبة جدا يعني لو أنا برتعب مثلا من جيوش عددها 200 ألف 300 ألف وأنا جيش بتاعي 3000 أربعة تلف ده شيء طبيعي لما ارتعب من القطب الأول في العالم لعله شيء طبيعي لما ارتعب من إمكانيات عسكرية هائلة قنابل وصواريخ لعله شيء برضو مفهومه طبيعي لكن أن يرتعب الكثير من القليل أن يرتعب المدجج بالسلاح من الأعزل أن يرتعب القوي في تسليح وفي الاقتصاديات من الأقل قوة أو من الضعيف بالإمكانيات المدين المحسوبة هذا فعل رب عميز سبحانه وتعالى وعلى فكرة أنا أؤكد أن هذا الجندي ليس خاصا بهذا الزمن فقط لكن موجود في كل الأزمان وراجع كلام أعداء الله عز وجل سواء في زماننا أو سواء في الأزمان حرب الساس مكتوبر شوفنا في حرب لبنان شوفنا في حرب أفغانستان شوفنا إزاي ممكن العدو يبقى مرعوب رعبا حقيقيا من طائفة بسيطة أقول لي إزاي ممكن دولة زي الكيان الصهيوني يعني بما لها من الإمكانيات وعندها صواريخ تصل إلى أي رقعة في الأرض ومع ذلك مرعوب من ناس معها صواريخ مداها كيلو واثنين كيلو وعشرة كيلو كيف يحدث الرعب إزاي أقول لي ممكن ترتعب القوات اليهودية من رجل مثل الشهيد أحمد يسين رحمه الله تخيل رجل قعيد يعني ما فيش لا يد بتتحرك ولا رجل بتتحرك يعني الأطراف الأربعة مشلولة ثم يعني هم من شدة الرعب لا يخرجون عليه بسهم ولا بخنجر ولا بمسدس لا بطيارة صواريخ تضرب هذا الرجل من شدة الرعب من أدرش نقرب منه وكذلك فعلا مع الدور عبا أزيز رحمه الله وغيرهم 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 من يدرش يقرب منهم هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى الجندي العظيم جندي الرعب وبرضو هنشوف بعد كاف غزوات اليهود أن ربنا سبحانه وتعالى ألقى الرعب في كلوب بل النظير وهم في داخل الحصون المؤمنون أنفسهم لا يتخيلون أن يخرج اليهود من حصونهم ما ظننتم أن يخرجوا ما ظننتم أنتم أيها المؤمنون أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله شوف بقى الكلام فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في كلوبهم الرعب يعني حيث لم يحتسبوا آه الله يعني تخيل أنت أنا ممكن أتخيل أن إخواننا الذين يعني نسأل الله عز وجل لهم الثبات والنصرة في فلسطين آمين لو ربنا سبحانه وتعالى يعني ثبت أقدامهم واستمروا في طريقهم متخذين القرآن والسنة نهجا واضحا إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يبث الرعب في كلوب اليهود فيحملوا بضاعتهم ومساكنهم وأولادهم ونساءهم ويخرجوا تماما من فلسطين أقول الكلام ده غريب ممكن أن أستغربه لكن يرجع راجع غزل بين النظير وشوف أن ربنا سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل في القرآن الكريم اللي لاعتبر به قال فاعتبروا يقول الأبصار وتجيني الواف موجود اليهود زي ما كان زمان ممتد نفس الجبن اللي موجود فيهم لعله موجود دلوقتي أشد ومنشوف إحنا الطفل اللي واقف بحجارة قدام دبابة الطفل هذا ألقى الله عز وجل طفل بيجري بحجارة وراء جندي بسلاح تخيل وده شيء إحنا بالنسبة لنا مش غريب لأن ده متكرر جدا هم أرفوه نقود وتعايشوا معي ممكن إحنا عشان مش متعايشين مع هذا الحدث ما بنحسيش هذا معنا الرعب سبحانه الله إحنا قلنا الرعب جندي ربنا سبحانه وتعالى ألقاه في كلوب الرعب ألقاه في كلوب الكافرين في المقابل في جندي تاني اسمه جندي الطمأنينة إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل الطمأنينة على ناس تانية من المؤمنين ينزل الثبات والراحة النفسية إذ يغشيكم النعاس أمنة منهم سبحان الله يعني أتخيل أنا مجموعة من المقاتلين على بعد عدة خطوات من الجيش المقاتل لهم والجيش المقاتل أضعفهم وقويته أكبر منهم من ناحية القوة المادية وفجأة يعني ربنا سبحانه وتعالى يلقى عليهم النعاس فينام في أرض الموقعة أديني عقلك مين ممكن ينام في الجو زي ده ده أنت لو عندك بكرة امتحان وفي التكييف وأمور جميلة وحتى لو صدت ممكن تقللي امتحان تاني وتالت ما بيجي لكش نوم ده أنا قبل الحلقة ما بناتهم تخيل واحد لما بيقيد حلقة ما بيجي لكش فعلا طب تخيل أنت ناس خلاص السيوف على الرقاب والموت على بعض الخطوات ويرق الله عز وجل في هذا الجيش الطمأنينة والسكينة لدرجة لهم يناموا فيصبح في اليوم التاني الحمد لله نشيط نايم نومة كويسة والتاني مش عارف ينام من الألأ ومن الرعب الذي ألقيا في قلبه هي بادة برضو إيه جندي من الجنود طبعا جندي المطر طبعا كل المشاهدين ومشاهدات عارفين قصة المطر كيف نزل المطر هينا لينا لطيفا على المؤمنين فثبت الله به الأقدام وتطهر به المسلمون وذهب عنهم رجل الشيطان وكيف نزل المطر على المشركين شديدا وعسيرا فزلت به الأقدام وليربط على قلوبكم صعبة بالحركة المطر اللي نزل هادي هنا واللي نزل شديد هنا لعله نزل من سحابة واحدة أرض بدر قصيرة جدا وصغيرة جدا يعني فيه ممكن سحابة واحدة ده فوق بدر تنزل المطر شديد هنا وتنزل المطر طيب هنا ليتم نصر الله عز وجل مين من قادة الجيوش يقدر يحسب حساباته على المطر هينزل ازاي في هذه المعركة وإحنا في مساحة واحدة ما نتكلمش على دولة الجو فيها عاصف ودولة الجو فيها هادي أنا بتكلم في مساحة عدة أمطار المطر ينزل هادي وينزل شديد في نفس المكان ويمكن ده يا دكتور اللي خلانا في أحيانا لما بننظر مثلا إلى قوة أمريكا والإمبهار بالتكنولوجيا بعض المشايخ قال من الذي أدراكم أنه فيروس الكمبيوتر اللي بيعطل حاجة ده لا يصلطه الله جل وعلا على أسلحاتهم فتتعطل تعطلت هناك لما حصل فيروس الكمبيوتر وحصل لما بيشوف تورنيدو أو إعصار لما بتشوف بركان لما بتشوف عاصفة يعني راجعوا عاصفة كاترينا اللي حصلت في نيو أورلينز أريب من سنتين راجعوا الآثار المدمرة راجعوا الاحتياطات اللي خدوا اللي توقي هذا الإعصار ثم أراد الله عز وجل له أن يتم هذه جنود الرحمن سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا لبشر أن يحسب حساباتها ولكن يأتي النصر من حيث لا يحتسب المؤمنون جزاكم الله خيرا دكتور راغب أيها الإخوة والأحباب كنا مع نصر بدر دون الدخول في التفاصيل أشرنا إشارات التي تكلم عنها الدكتور رابي سركاني في مسألة بناء الأمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته وعلى وعد بلقاء متجدد بمشيئة الله إلى أن يحين أترككم في رعاية الله وأمنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر